مبارح في البس المباشر بتاع امبارح قلت لكم ان استيسي بكرة بيحضر لنا توستاية لزيزة في موضوع وزير الدفاع. تقريبا كل الوزارات وكل المرشحين للوزارة تم الاعلان عنهم امبارح باستثناء وزير الدفاع. وطبعا ساعتها قلت لكم يا جماعة انتظروا كي توستاية هتبقى هنلاقيها بكرة. وبالفعل ده حصل. اه السيسي النهاردة جاب بنا وزير الدفاع يدعى اللواء عبد المجيد ساقر. عبد المجيد ساقر بالمناظر. مين بقى عبد المجيد ساقر هو كان لواء لحد مبارح. النهاردة بقى فريق اول. السيسي رقى لدرجة اه لرود بالفريق اول. اه النهاردة اه هو لحظة انا بكلمك في دلوقتي بيقسم اللي بينه قدام السيسي اللي ساجل في الفيديو دلوقتي. اه سريعا كده عرفنا ان المعلم ده طبعا هو كان محافظ السويس زيما انا ما قلت مبارح. انه مبارح انا انا ذكرت اسمه ولكن قلت ان هو مرشح لوزارة التنمية المحلية. تمام? انا قلت كده وبعترف بس ده اللي كان متسرب لنا وده اللي كان طالع وكان معلم للناس كلها. حتى مصطفى بكر يعني ما عارف ان هو مش هياخد والشازل هو اللي يترشح لوزارة التنمية المحلية. طلع له ناعي في الجرنان وقال له معاليش يا سياد اللواء انت رجل تتزبر وتستحمل وان شاء الله ربنا العدل مقدر لك حاجة كويسة طبعا اكيد هو كان عارف. فاللواء عبد المجيد اه سقر او معالي الفريق اول عبد المجيد سقر طبعا بعد ترقية السيسي النهاردة. هو دلوقتي محافظ السويس من الفين وتمنتاشر. وقبل كده في الفين وخمستاشر كان مساعد وزير الدفاع. وقبلها كان مدير ورئيس الشرطة العسكرية. والسيسي بيسق فيه او انا هقول لك على المفاجأة اللذيذة. اللي هتقول لك ايه سبب اختياره? ليه تم اختياره? هو تم اختياره علشان هو اه نسخة كربونية من محمد زكي. يعني لا بيهش ولا بيمش. ايه دي كل الحدوت يا معلم. ومبروك على مصر وزير دفاع بقوة محمد زكي. سلام وانتوكوا بودودين.